موسيقى وصل بلد أهلا بكم الطلاق الذي ينعت بأبغض الحلال نظرا لما يترتب عليه من مشاكل اجتماعية واقتصادية تعاني منها المرأة والأطفال ونظرا لارتفاع نسبته في الأراضي الفلسطينية الشكل صندوق النفقة الذي أصبح الملاذ لبعض هذه العائلات آلية عمال الصندوق الذي استفاد منه على سبيل المثال في العام المنصرم 17 ألف منتفع والقوانين التي تسير أعماله وآلية استفادة النساء المفصلات وأطفالهم منه وأهم ضوابط معقاة عمله في برنامج وسط البلد هذا المساء تابعوا معنا بهذا التقرير ثم نبدأ حلقتنا يعتبر صندوق النفقة الفلسطيني نافذة لتحقيق العدالة وتوفير الحماية للفئات التي تستفيد منه خاصة الأطفال والنساء وهو مؤسسة حكومية رسمية تتبع رئاسة الوزراء وتتمتع باستقلالية مالية وإدارية وقد أنشئ بموجب قانون رقم 6 للعام 2005 ومقره الرئيسي في مدينة رامولا وله فروع في نابلس والخليل ويهدف الصندوق إلى تعزيز دور الدولة في حماية حقوق الفئات المهمشة كالأطفال والنساء وكبار السن وغير القادرين على الكسب من الأقارب وحفظ كرامة المنتفعين منه وتنفيذ أحكام الدفع التي تعذر تنفيذها ودفع جميع أحكام النفقات المحكومة لها من جهات الاختصاص في العام 2015 تم إجراء تعديلات على قانون الصندوق ساعدت بتحسين أدائه ليصل عدد المنتفعين منه في العام 2021 إلى 17 ألف شخص منهم 66% من الأطفال مجلس إدارة الصندوق وبموجب قانون الصندوق يتشكل من قاضي القضاء ووزارة العدل والمالية والشؤون الاجتماعية والأوقاف ووزارة المرأة إضافة لأربعة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني منهم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية تصرف رواتب وأجور الموظفين والعملين فيه من الصندوق نفسه ولا يحق للمجلس أو العاملين أو الموظفين في الصندوق الانتفاع بأموال الصندوق ورغم أهمية هذا الصندوق الذي يوفر الحماية لأهم فئة في المجتمع إلا أنه توجد عوائق تطال منتفعيه من الأطفال والنساء حسب ما صرح محامون لبرنامج وسط البلد ومن هذه العوائق ما يتعلق بوضع شروط صعبة أمامهم للحصول على تمويل من الصندوق كما أنه لا تدفع النفقة للمستحقين بأثر رجعي من تاريخ صدور الحكم وإنما بتاريخ اللجوء للصندوق وأضاف بعض المحامين أن عددا منهم يتردد في أخذ قضايا الصندوق خوفا من عدم قدرة الطرف الأول للقضية على الدفع لهم ومماطلة الصندوق في الدفع للمستحقين حيث أن مجموعة من حصلوا على تمويل الصندوق لا يتجاوز الثلاثة عشرة بالمئة وأضاف هؤلاء المحامون أنه يتم خصم حوالي ثلاثة عشر إلى خمسة عشر بالمئة من المبلغ المستحقي للمنتفع صالح الصندوق عند الصرف وقالوا أن الصندوق يدفع للمستفيدين فقط ما نسبته ثلاثين إلى أربعين بالمئة من قيمة الراتب لبرنامج وسط البلد هبا عسف من جديد أهلا بكم مشاهدين أو مشاهدين تلفزيون فلسطين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وسط البلد باسمكم رحب بضيوف الكرام الأستاذة فاطمة المؤقت مدير عم صندوق النفقة أهلا وسهلا العميد أحمد بركات مسؤول التنفيذ والرقابة في الإدارة العامة للشرطة القضائية أهلا بك والمحامي الشرعي علي شقيرات ذو الخبرة الواسعة أهلا وسهلا بك جمهوري الكريم باسم مشاهدينا أيضا أرحب بكم وأرحب بجميع مدخلاتكم خلال الحلقة بما يخص موضوعنا لليوم وهو قضية الطلق وصندوق النفقة أهلا وسهلا بكم جميعا أستاذة فاطمة أبدأ معك السؤال من الفئات المنتفعة من صندوق النفقة الفلسطينية أكبر شريحة بتستفيد من خدمات الصندوق هم الأطفال 66% من الفئات اللي بتستفيد من خدماتنا هم من الأطفال طبعا ذكورا وإناثا ومن ثم النساء ومش المطلقات المرأة المهجورة المتروكة مش بس المطلقة المطلقة بتستفيد فقط كزوجة ودت 3 شهور فترة العدة بعدين بتستفيد كحاضنة لأطفالها والفئة اللي بتستفيد من عنا اللي هم من كبار السن الام والأب اللي هم من نفقتهم واجبة على أبنائهم وبناتهم وعنا كمان الفئة الأقل حظا اللي بتستفيد ويمكن لنتيجة عدم وعيها هم من اللي عندهم إعاقات الغير قادرين على الكسب هاي هي الفئة اللي بتستفيد من خدماتنا نعم طبعا أسس الصندوق عام 2005 هل ما زال يعمل بنفس القوانين التي كانت مقرة بأثناء إصدار قرار إنشاؤه بـ 2005 طبعا لم يتم التعديل على هذه القوانين طبعا القانون يتعدل بمرسوم لزيادة إراداته نعم بشكل عام احنا منصرف للفئات المستحقة اللي بتنطبق عليها الشروط وبنفس الوقت اليوم الصندوق طور خدماته طور عدة مرامج لتمكين الفئات اللي بتستفيد منه نعم خصوصا لأن الفئات اللي بتستفيد منه هي الأكثر انكشافا في المجتمع نعم تم أساذ علي يعني زي ما عرفنا قبل بداية خبرة واسعة بالمحاكم الشرعية يعني برأيك تشكيل صندوق مثل هذا في الأراضي الفلسطينية إلى أي مدى يساهم بتخفيف العبء عن المحاكم الحقيقة إذا بنتحدث عن صندوق النفقة لابد أن نأخذ من سياقه التاريخ نعم على ما أذكر 2003-2004 لما كان قادر قضاء وقتها دكتور الشيخ تيسير التميمي تدارسنا في أكثر من حلقة أو جلسة حول الحالات اللي بدأت تبرز أمام المحاكم الشرعية نعم أن هناك المحاكم تصدر أحكامنا فقط للأطفال للنساء للأباء للأمهات وفي كثير من هذه الحالات لم يكن من بالإمكان تحصيل هذه النفقة لظروف طرأت استجدت على الأرض المحتلة والضفة الغربية مجيء السلطة الفلسطينية الحالة اللي كانت ما زالت بغاية في حالة البناء والنمو فكان التفكير عن أن يتم التوجه إلى إنشاء صندوق رعاية أو جهة ترعى مثل الحالات اللي لا تستطيع أن تحصل على هذه النفقة لعدة أسباب إما لغياب الزوج وجوده في المهاجر أو لطفشان الزوج أو لتعنة الزوج ووجوده بعض العلاقات والإمكانيات اللي هو كان من خلالها يستطيع أن يتهرب من الدفع فيبقوا الأطفال والنساء بدون نفقات وهذا خلق حالة اجتماعية على المستوى الاجتماعي بحاجة إلى رعاية فمن هون كانت تفكير البدايات التفكير من 2004 في إنشاء صندوق قريب من صندوق الرعاية الوطنية التسمية ما هي كان هناك أكثر من اقتراح للتسمية لكن استقرر الوضع أن يتركز الموضوع في تسمية صندوق النفقة أن يعالج الحالات الإنسانية التي لا تستطيع فيها المرأة أو الأطفال أن يحصلوا على نفقتهم من هون تم تقديم مشروع القانون إلى رئاسة الوزراء وتمنت وحدة التشريع في مجلس رئاسة الوزراء وقدم إلى المجلس التشريعي وصدر القانون رقم 6 سنة 2005 وأصبح نافذا نشر في الجريدة الرسمية في نيسان 2005 وأصبح نافذا اعتبارا من 1.5.2005 طبعا وضع لهذا صندوق عدة موارد نعم حضرتك ابتداءا في نفس القانون سنة مادة أنه يفرض على عقود الزواج وحجج الطلاق والمصادقات الزوجية رسم عقود الزواج والطلاق بقداره 5 دنانير على كل عقد زواج أو حج الطلاق وهي 5 دنانير تذهب إلى صندوق ودينار على كل مصادقة زوجية نعم هذا الجانب المتعلق بالرسم بالضريبة غير المباشرة والرسم الذي فرض لمصلحة الصندوق نعم ثم أضيف له التبرعات نعم حضرتك والهبات نعم يعني أكيد رح نحكي مطولا خلال الحلقة عن مصادر تمويل الصندوق مع الأستاذة فاطمة لكن حبي نجاوب على السؤال الرئيسي حضرتك من هون الحاجة كانت ملحة لأي مدى خفف الضغط عن المحاكم الشرعية كان ضرورة وجود لأنه أولا صار في ضغط على المحاكم الشرعية وعلى دائرة التنفيذ لأن البداية كانت المحاكم الأحكام تنفذ لدى محاكم البداية أو الصلح في دائرة التنفيذ فكان هناك ضغط كبير عدم وجود شرطة تنفيذية كافية لملاحقة والمتابعة أضف إلى ذلك موظفي دوائر التنفيذ لدى المحاكم النظامية نعم حضرتك كان أيضا في نقص وما كان في إمكانية المتابعة نعم أستاذ علي الآن حبينا نسمع من سيادة العميد أحمد دور الشرطة القضائية أو دائرة التنفيذ والرقابة تحديدا في ضمان حياة كريمة لهؤلاء الأطفال الذين هم أصبحوا أبناء انفصال أو أبناء طلاق إنجاز التعبير دوركم كشرطة للحفاظ على مصالح هؤلاء الأطفال تمام في البداية يسعد مساكم جميعا ومساك أحب أعطي نبذة عن تأسيس الشرطة القضائية في العام 2005 بناء على قرار المجلس الوزراء الفلسطيني رقم 99 تم إنشاء إدارة الشرطة القضائية وهي إدارة تابعة لبدير عام الشرطة الفلسطينية حدد القرار مجلس الوزراء مهام هذه الإدارة وهو تنفيذ المذكرات القضائية والقرارات الصادرة عن المحاكم والنيابات دورنا كشرطة قضائية هو تنفيذ هذه القرارات والمذكرات القضائية الصالة عن القضاء في الحقيقة كم عدد المذكرات الواردة في فروع الشرطة القضائية كم مرتفع نتيجة لثقة المواطن الفلسطيني بالتوجه إلى القضاء وبالتالي دورنا نبذل مجهود كبير في تنفيذ هذه المذكرات يوجد بعض المعيقات خاصة هي معيقات خارج عن إرادتنا بالتقسيمات الإدارية للمناطق الفلسطينية A و B و C نواجه بعض المعيقات في الفارين داخل مناطق الخط الأخضر والموجودين خارج الوطن بالمجمل هناك رسم بياني سيتم عرضه على الشاشة الآن بما يخص النسب والأرقام التي تتحدث بها حضرتك تفضل ممكن أنا أعطي نبذة عن العام 2021 بما يتعلق بالأوامر الحبس لعدم دفع النفقة تحديداً عندنا بالعام 2021 وردنا 5,747 أمر حبس لعدم دفع النفقة صادر عن المحاكم الشرعية نفذ منها 4,640 أي بنسبة 81% طبعاً النسبة مرضية إلى حد ما نظراً للظروف اللي مرينا فيها في العام 2021 بسبب جائحة كورونا الجزء الأول من العام بالضبط الجزء الأول من العام اضطررنا إلى وقف التنفيذ بسبب الجائحة وانتشار الوباء في المجتمع وانتشار الفقر بشكل أو بآخر يعني كل الناس كان عندها مشاكل مادية بالضبط فإحنا عملياً منحكي عن ما يقارب الست شهور من العام 2021 يعني هاي نسبة الإنجاز كانت في ست شهور من بداية العام الـ 2022 من واحد واحد 2022 ولغاية الآن وردنا 2746 أمر حبس لعدم دفع النفقة تم تنفيذ منها 1429 مذكرة نعم بنسبة التنفيذ طب بس حاب أتوقف عند حضرتك ثواني بهذا الموضوع وراجعت لك نكمل النسب والأرقام هاي لأنها كتير مهمة بدي أرجع للأستاذ علي في هذا الموضوع الأرقام اللي تحدث فيها السيادة العميد هي أرقام عالية على المجتمع الفلسطيني يعني السؤال بطريقة أخرى هل نسب الطلاق بازدياد في المجتمع الفلسطيني ما يسبب كل هذه النتائج والأرقام الحقيقة لنهون نقطة توضيحية تفضل صندوق النفقة ليس فقط مختص في موضوعات الطلاق مفهوم حدا الطلاق بيكون لما الآثار المترتبة عليه نعم نحن صندوق النفقة ابتداءا للزوجات أثناء قيام الزوجية لأن في حالات الحالات الموجودة أكثر الحالات أن الزوجة تبدأ بطلب النفقة لها ثم للأطفال ثم بعد إذا حصل الطلاق هناك وجهة حضانة وجهة مسكن نعم في التوابع والمؤجل أو ما تحكم به المحكمة بنتيجة تفريق نزع والشقاق نعم من حكم فلذلك الطلاق هو نتاج نعم نتاج لعملية يعني حضرتك ترى أن بعض النساء يلجأنا لهذه القضايا قضايا النفقة قبل أحدوث عملية الطلاق نعم 90% هكذا الوضع نعم البعض يلجأ لها بعد وقوع الطلاق وهي النسبة العقال مباشرة أنه تكون نفقة عدة أستاذي بناء على المعلمات التي تفضلت فيها أعود بقولبة السؤال بطريقة أخرى الأرقام التي تحدث فيها سياة العميد يعني عدد النساء اللواتي يتوجهن للمحاكم لحصول على النفقة سواء قبل الطلاق أو بعد الطلاق هي أرقام عالية بوجهة نظرها إذا بناخدها نسبة وتناسبة في المتوسط في المتوسط مجموعة القضايا التي تعرض على المحاكم الشرعية سنويا ما بين 15 ألف إلى 20 ألف قضية في كل مناطق الضفة الغربية من هذه النسبة هذه القضايا ما مجموعة بحدود 40% هي قضايا نفقات قضايا النفقات تتراوح هنا نفقة الطفل نفقة الزوجة وجهة المسكن وجهة الحضانة نفقة التعليم نفقة الأقارب الأب الأم الأخ العاجز أخ العاجزة هذه كلها تتبع بالتدريج وكلها تدخل ضمن النفقات نعم ما يسمى بالنفقات هذه النفقات تتراوح الحقيقة يعني الوضع الموجود عندنا الآن نسبة النفقة إذا نقارنها بما كان سابقا هي أصبحت الآن أعلى شوية لكن أيضا ما زالت دون لحد المطلوب لكن الوضع الاقتصادي العام أضف إلى ذلك حد الفقر يعني أكد خلال الحق أستاذ أحنا بدنا نتحدث بقيمة النفقة ومن البقررة وبن أنعيش تقرر وكل هاي التفاصيل لكن أنا يعني لحد الآن بس أنا أسمع إجابة من حضرتك عارض الشؤال اللي بدكي يا أنه إذا سمع حجم أوامر الحبس اللي تفضل فيها سياسة العقيد هل يتناسب مع الواقع الموجود عندنا إذا أخذنا بنسبة متناسب يعني هذه تشكل حوالي 50% النسبة اللي تفضل فيها تشكل 50% من مجموع قضايا النفقات لأنه لو افترضنا أنه في عندنا 15 ألف قضية في عندنا بحدود خمس ست ألاف قضايا نفقات لما بيجي خمس ست ألاف أمر حبس معناته أنه عمليا نسبة عالية جدا إذا النسبة اللي بتدفع هي بالحد لحدود الدنيا تمام هذا ما عودت أن أستفهم من حضرتك شكرا جزيلا أستاذ علي أعود لحضرتك استكمالا للإجابة حول أداء الشرطة أو الشرطة التنفيذية تمام نحن لدينا عدة إجراءات من أجل تنفيذ هذه المذكرات القضائية بداية في البحث والتحرية عن الأشخاص الصادر بحقهم مذكرات نعم والتوجه لأماكن سكنهم أو عملهم عملية إلقاء القبض الإجراءة الثانية اللي بنقوم فيه هي الحملات الأمنية في مناطق الريف الفلسطيني من أجل إلقاء القبض على الأشخاص الصادر بحقهم مذكرات قضائية نعم هذه الإجراءات هي بتساعدنا بتنفيذ هذه المذكرات معظم يعني للأسف معظم المواطنين ما بتوجه من تلقاء نفسه لتزديد ما عليه من مذكرات قضائية وهذه أشكالية إحنا عم نواجهها ممكن نظرا للظرف الاقتصاد اللي عم نمر فيه ما فيه نسبة توجه مباشر بشكل مباشر من المواطنين إحنا بالشرطة القضائية وضعنا كمان إجراءات تقليل كمية المذكرات المدورة عندنا في أفرح الشرطة القضائية إيش المقصودة عفلاً بمذكرات المدورة؟ المدورة هي قيد المتابعة نعم يعني اللي هو ما يتبقى أنا حكيت على خمس تلاف تقريباً أمر حبس وردنا نفذ منه أربعة تلاف فبتوقع عندنا الألف فيه عندنا إجراءات من قوم فيها من أجل متابعة هذه المذكرات المدورة نسميها مذكرات مدورة نطلق عليها صبت المذكرات المدورة أبرز الإشكاليات اللي بتواجهكم سيادة العميد إشكاليات اللي بتواجهنا هي ثلاث إشكاليات نعم كما تحدثت قبل قليل المشكلة الأولى هي التقسيمات الإدارية للمناطق الفلسطينية A و B و C نعم وعدم سهولة الحركة في هذه المناطق نعم الإشكالية الثانية المواطنين حملت الهويات الزرقاء هذول يعني بحسب القانون الفلسطيني لا يمكن التنفيذ عليهم بخصوص المذكرات القضائية نعم بسبب الاتفاقيات الموقعة وجزء كمان عندنا اللي هما المغادرين خارج البلاد خارج الوطن موجودين نعم طبعا إحنا نجحنا بعملية أو يعني في مراحل تطوير تطوير إدارة الشرطة القضائية قمنا بعمل برنامج إلكتروني محوسب موحد لجميع فروع الشرطة القضائية وتم ربط هذا البرنامج مع المحاكم والنيابات بحيث أن المذكرات القضائية أصبحت ترد لفروع الشرطة القضائية بشكل إلكتروني ببداية العام 2018 قمنا بالربط مع إدارة المعابر لكي لا يمكن لأي شخص صادر بحقه مذكرات قضائية مغادرة أرض الوطن نعم دون أن يتم إلقاء القبض عليه نعم وجاري العمل مع بعض الوزارات من أجل حجب بعض الخدمات عن الأشخاص الصادر بحقهم مذكرات قضائية جميل جميل بالعودة لك يا أستاذة فاطمة آلية عمل الصندوق قبل ما أحكي عن آلية عمل الصندوق بهمني أنوه لمسألتين المسألة الأولى هي فكرة إنشاء الصندوق كانت لتعذر بشكل عام تنفيذ أحكام النفقة اللي ب2006 لما عملنا دراسة حول الموضوع تبين بأنه نسبة التنفيذ هي لا تتعدى 7% يعني وقتها منحكي عن 93% حكم نفقة معلقة ومن هون أجد فكرة إنشاء الصندوق واللي بدت من مجموعة من المحاميات من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بعدها تبنيها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بعدها تبنيها فضيلة قاد القضاء بوقتها تيسير التميمي ومن ثم تم إصدار القانون من المجلس التشريعي وإحنا كنا منعتبر وما زلنا منعتبر إنها هاي قفزة نوعية في المجتمع الفلسطيني لأنه الخدمات اللي بقدمها الصندوق ودور الصندوق هو ما أنقض المحاكم الشرعية فقط هو أنقض المجتمع هو بساند وبحقق عماله السلم الأهلي داخل المجتمع ومن هون إحنا كصندوق نفقة بما إنه إحنا الشريحة والفئات اللي بتستفيد من عنا هي بإزدياد مطرد طورنا آليات عملنا طورنا برامجنا بحيث إنه إحنا نضمن وصول خدماتنا للجميع يعني خلينا نسمع من حضرتك آليات العمل نعم إحنا بمجرد وجود مشروحات تعذر تنفيذ بالملف التنفيذي بغض النظر من الشخص سواء زوجة طفل أم أب بغض النظر فيه تعذر تنفيذ الصندوق بحل محل الشخص المحكوم لإله ببدأ بيدفع قيمة حكم النفقة كاملا بيدفع قيمة حكم النفقة كاملا لا في عنا معايير وهلأ منحكي عنها ولكن بالأساس نحن ندفع قيمة حكم النفقة ومن ثم نبدأ بملاحقة ومتابعة الفرين من تنفيذ حكم النفقة ومن هون تيجي أهمية الشركات الفاعلة ما بيننا وما بين الأجهزة التنفيذية سيد فاطمانا نبسط المعلومات الشيء للمشاهدين في حال أنه أي حدا ما بعرف أنه يستطيع أن يستفيد من خدمات صندوق النفقة أنه من خلال هذه الحلقة يفهم حقوقه على القليلة أهم إشيء عشان يستفيدوا أحب بس نبلش ألف باء الموضوع كيف لسيدة أو لمسين أو لطفل أن يتجه لكم بالأساس يتوجه للمحكمة نعم بأخذ حكم نفقة هذا حكم النفقة جميل أصبح قطعي بات بتوجه بمسكه بروح لدائرة التنفيذ نعم بطرحه لدائرة التنفيذ حتى ينبذوا ما تمكن بتنفيذه اتخذ جميع الإجراءات القانونية وما تمكن بيأخذ مشروحات اسمها مشروحات تعذر تنفيذ هدول المستندان الأساسيين اللي أنتو تحتاجوا لهم نحتاج له كمان بس بالأساس نعم اللي بينجئون حكم نفقة قطعي نعم ومشروحات تعذر التنفيذ وبغض النظر أنا بحكي الحكم سواء صادر من محكمة شرعية مسلمة أو شرعية نعم كنسية نحكي للفئتين في فترة زمنية معينة بنحصول على الحكمين حكم النفقة القطعي وكتاب المشروحات على التنفيذ لأنه كتير أحياناً النفقة وانت اتطرقت لها بأول الحلقة في كتير من النساء وكتير من العائلات برفعوا قضايا الحكم النفقة بس عشان يخلقوا تفاوض مع المحكوم عليه بإنه إذا مثلاً الزوج تارك بتتقول له تعال خلينا نحكي كتير أوقات أو إذا أم رفعت النفقة عولادها بتقولهم تعالوا عشان نحكي مع بعضه نتصالح كتير أحياناً ممكن أولها يلتزم بالدفع بعدين يرفع إيده ويبطل ينفذ طالما معها حكم النفقة بتطرحوا للتنفيذ ما في صار فيه تعذر تنفيذ بتتوجه للصندوق بدها تكمل إجراءاتنا أشي الإجراءات اللي إحنا منطلبها بدها تجيب لنا أول إشي قرار تعهد عدلي بتحكي فيه بإنه هي جميع البيانات اللي بتقدمها للصندوق يعني صحيحة وبتتحمل وبتفوض الصندوق كمان بالحلول مكانها وبتتحمل جميع البيانات اللي بتقدمها للصندوق وبتقع تحت طائلة المسئولية في حال إنها أخفت بعض المعلومات على الصندوق اللي إحنا منحددها إش هي زي مثلا إنها رجعت لزوجها أو إنه تزوجت رجل تاني عليها إنها تبلغنا نعم وبنطلب كفيل كفيل يضمن صحة المعلومات اللي بتقدمها نعم الكفيل بيكون مفروض في درجة قرابة معينة الأصل إنه هو بيكون على معرفة بالعادة بيكون قريب أخ أخت يعني عارفة الأصل إنه هو يعرفها يقدم يكفل المعلومات اللي بتقدمها بعدين وكمان بقعت على المسئولية كاملة في حال وجود تحايل أو طباطق على الصندوق نطلب رقم حساب بنكي حتى نضمن تحويل الحساب وهي هي المستندات الأساسية بعد ما تستوفيها وتكتمل إحنا مباشرة بنبدأ بعض يعني بعض 15 يوم بنحول قيمة المبلغ وإحنا بنبدأ مباشرة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتحصيل واسترداد أموالنا من المحكوم عليه على أكتر من اعتبار يعني هي بالأساس تكون رافعة علي قضية بالمحاكم وتأخذ حكم وتعذر تنفيذه ماذا يختلف الحكم الذي هي حصلت عليه وأعلم تماما أنه حكم النفقة للأطفال هو حكم ذكي أو دين ذكي زي ما بحكوله دين ممتاز دين ممتاز يعني مفروض أنه يندفع تحت أي ظرف من الظروف ماذا يختلف الحكم الذي حصلت عليه هذه السيدة أو هذا المنتفع وبين الحكم الملاحقة تبعدكم نفسها إحنا الملاحقة إلها قوة لأنه إحنا هيئة سيادية غير وزارية مجرد حلولنا بالملف التنفيذي منلاحق كمؤسسة دولة فبالتالي إحنا منلاحق وبغض النظر عن أمد المدة اللي ممكن نوصل إحنا منلاحق وبنفس الوقت هي بوجودنا بترتاح حقها موجود مضمون مكفول بوصلها على حسابها البنكي مجرد ما استفادت بيننا كيف حكيت لك بالبداية إحنا طورنا برامجنا جميل حضر عندنا البرنامج القانوني الاجتماعي الاقتصادي الصحي منأهلهم كمان على أكتر من مستوى أستاذة فاطمة رح نحكي كل هذه التفاصيل أكيد بس حب أتوقف عند قضية النسبة هل هناك نسبة معينة تمنح من الحكم القطعي الذي تفضلت به بالبداية إحنا بالأساس ورؤية الصندوق ضمان استدامة خدماتهم إحنا ولا يوم بدنا نوصل إنه نسكر الباب بوجه أي شخص ممكن يدق على باب الصندوق لأنه إحنا التجربة علمتنا إحنا بالـ 2011 و2012 و2013 مرينا بأزمة مالية ووقفنا إحنا اليوم مدمد سياساتنا ضمن الموجود إحنا بالبداية كان عنا فيه الحد الأعلى للصرف لأنه إحنا كمان منصرف أحكام صادرة من القدس حتى ولو إنك وابن القدس إذا الزوج ضفة أو هي ضفة بتعرفي التنازع الموجود بتطرح الحكم كحكم أجنبي بتصادق عليه تيجي عندنا نفس القيمة فإحنا حطينا صقف أعلى للزوجة بفاترتها اللي هو كان 200 دينار وبعدين حتى لو كان عدد الأطفال للزوجة أها وكان للطفال 125 دينار نعم إحنا اليوم كمان عملنا نسبة وتناسب وربطنا المبالغ اللي منصرفها حسب مستوى الفقر المطقع بحيث ما نظلم وأخذنا عدد أفراد هناك نسبة معينة تنطبق على الجميع أو بتنبل عادي دراسة الحالة كحالة هي نسبة عامة مربوطة بخط الفقر المطقع بفلسطين وكل ما كان الحكم قريب على هاي النسبة بتاخد الحكم كامل وتقريبا 80% من الفئات اللي بتستفيد من عنا بتاخد 90% من قيمة الحكم المصروف ليس هناك أي فئة بتحصل على 40 و30 و50 طبعا فيه إذا كانت الأحكام كتير عالية أنا مش معقول أصرف لأسرة 6000 أو 7000 شاكل أنا عندي موارد بدي أوزحها بعدالة حتى تضمن العدالة بديك تعملي توزع مواردك على الجميع بشكل متساوي بحيث أنه الفقير يكون له أكثر حظا 100% ممكن تتصرف أو 90% عندنا الأغلب بنصرف له 90% معهم أحكام نفقة جدا مرتفعة ما بقدر أنا أصرف للعائلة 6000 أو 7000 شاكل لأن النفقة كمان هي ولا مرة كانت وكيف تم الإشارة لها أنه هي نفقة المأكل والمشرب والملبس أنت بتحكي عن نفقة تعليم أنت بتحكي عن أجرة مسكن أنت بتحكي عن أجرة علاج فكمان في قطاعات مختلفة للنفقة فإحنا الأصل كمؤسسة بترعى هاي الفئات اللي هي فئات متروكة مسقطة من جميع أجندات المؤسسات الحكومية وغير حكومية لأنه إحنا بذهنيتنا يعني لما منيجي منحكي عن الفقير دغري منحكي عن اليتيم اللي أبوه توفع أو إنه اللي عاجز اللي ما بيشتغل ولكن فئة الأشخاص اللي هم أبوهم موجود يمكن يبقى وضعوا المادي ممتاز ولكن تركهم لأي سبب من الأسباب الوحيدة اللي منقدم هاي الخدمة إحنا المؤسسة الوحيدة اللي منلاحق اللي اللي تركوا عائلاتهم واللي منلاحقهم مش بس مش بس عشان نستريد أموالنا كمان عشان تعيدي بنية المجتمع ونرتيجة اجتماعي ونحقق العدالة نعم واضح حضرتك خليني أنتقل الآن للجمهور الكريم مرة أخرى أهلا وسهلا بكم يعني نستنبدأ معك دكتورنا العزيز بداية مفتوح المايك تمام بداية من المعروف أن آلية الاستفادة من صندوق النفقة تحتاج لخطوات طويلة وخطوات يعني شائكة نوعا ما برأيك هل هذه الخطوات منصفة للفئات المستهدفة من صندوق النفقة دكتور حاتم موسى جامعة كدس المفتوحة عضوها التدريس نعم أنا يعني بدي مداخلي بس مدام أن هذا السندوق هو يعني كما علمت وفهمت أنه يعني هو جهة حكومية فلماذا لا تكون هناك ميزانية لماذا فقط رسوم على عقود الزواج والطلاق ولا آخره فلماذا لا تكون هناك ميزانية خاصة بهذا السندوق حتى في النهاية لا يعلن عن إفلاسه يعني أو تحصل هناك يعني ميزانية من الحكومة لماذا لا تكون هناك ميزانية من الحكومة السؤال الآخر أنا بدي أسأل عن الأبناء يعني كم السن الذي يبقى الطفل أو الولد مستفيد من هذا السندوق نحن نعلم على أن قانون الأحوال الشرصية نعم يذهب إلى أن نفقت الأبناء على الأب تستمر حتى يصبح قادرا على الكسب وإن كان على مقاعد التعليم فحتى يحصل على الشهادة الجامعية الأولى نعم فسؤالي هون يعني السندوق إلى أي سن يستمر نعم وطلعك طبعا على موضوع صندوق النفقة أن الأليات للاستفادة من صندوق النفقة للمواطنين واضحة وليست شائكة أعتقد أنه فيها وضوح يعني مدام أنه فيه هناك يعني مستلزمات ينبغي أن يقدمها المستفيد فهذا لا إشكال فيه ما فيه مشكلة هون ولكن يعني السؤال الآخر أنه هل هؤلاء الذين مطلوب منهم الإنفاق أصلا وتخلفوا عن ذلك يعني كنسبة هل فيه هناك نسبة بمقدار ما يتم تحصيله من هؤلاء المطلوب منهم الإنفاق نعم سؤال جميل سأترك الإجابة للأستاذة فاطمة به تفضلي طبعا إحنا زي ما حكيت إحنا دائما من كل جهودنا مبذولة لاسترداد أموال الصندوق وتحصيل أمواله نعم وبنشوف الاسترداد مسألة الاسترداد هي جزء أصيل بتحقيق العدالة نعم العدالة لها مستويان أنت بتحكي عن حماية وبتحكي عن مسائلة إحنا عنا نسبة التحصيل يوم عن يوم عنا بتزيد يعني بوجود شركات مختلفة جان إحنا اليوم نسبة التحصيل بتوصل تقريبا 18% نعم النسبة إلى حد إلى حد ما هي متدنية ولكن في عنا اعتبارات عنا 34% من المحكوم عليهم خارج البلاد إحنا عشان نوصلهم من نصق مع وزارة الخارجية ومن خلالهم نوصل لقنصلياتنا وممثلياتنا وصفراتنا يتواصلوا مع المحكوم عليهم وبالفعل نجحنا وصلنا عمان وصلنا السعودية وصلنا أمريكا وحصلنا من المحكوم عليهم من الخارج مع الشرطة بتنفيذ خصوصا أنه تنفيذ أوامر الحبس هو أكتر إجراء ممكن من خلاله أنه يجي المحكوم عليه ويعمل تسوية ما بيننا وبينه موضوع التنصيق كمان مع وزارة المواصلات مع سرطة النقل بالاستعلام مع الأراضي على ممتلكات المحكوم عليه فإحنا منتخذ جميع الإجراءات القانونية وإحنا ما منتساهل بهذا الموضوع على الإطلاق عنا كمان إجراءات منع السفر اللي هي بتكون بتعرف الأسماء ممكن على المعابر على الحدود بحيث أنه نوصل للمحكوم عليهم ونقولهم تعالوا وقفوا أمام مسؤولياتكم واتطلع على أولادكم ونجحنا كمان في كتير قضايا أنه رجعنا رجعنا لم الشمل إلى العائلة بالنسبة للأطفال إحنا أو الأبناء إحنا ربطنا بموضوع سن الطفولة لـ 18 سنة بستمر الصندوق ينفق للأبناء لجيل الـ 18 سنة ولكن إذا كان هو طالب جامعي أو جبلنا المستلزمات إحنا من البرامج تطورناها هو برنامج توفير منح تعليمية للطلاب من خلال التنصيق مع شركاء ومؤسسات وقطاع خاص وإحنا حاليا على تنصيق مع مؤسسات وافا بهذا الخصوص ومع الجمعية الإماراتية لتبني التعليم الجامعي النقطة الأخيرة بما يخص لماذا لا تعتمد ميزانية الصندوق على ميزانية الحكومة جيين عليها جيين عليها إحنا حسب لا إحنا حسب بالعكس لتفضل فيه إحنا حسب القانون المنشئ للصندوق موارد الصندوق متعددة واحدة منها المبالغ المخصصة من الخزينة العامة إحنا سنتين على التوالي أخذنا من الحكومة مبالغ جدا متواضعة ولكن إحنا يعني كلنا بنعرف الحكومة ووضع الحكومة والالتزامات وحتى وضع الشؤون الاجتماعية كل أداش بتصرف فبهذا الموضوع الصندوق حمل العباء لأنه على الإرادات وفيه عندنا المسؤولية الأخلاقية ومسؤولية الاجتماعية من القطاع نعم أستاذ أكيد سنتحدث مطولا بما يخص موارد الصندوق أو العودة مرة أخرى لجمهوري القريم من جديد ورحب بكم معنا الأستاذ تفضلي مرحبا أنا مواطنة بدأ أعرف عن نفسي إلي من 2019 مطلقة حاليا الحمد لله طبعا بعد عناء وتعب مطلقة وعندي طفلين ذكرتي أنت قبل شوي أنه 6,000 إلى 7,000 في أحكام هل هناك في المحاكم الشرعية هناك هاي المبالغ موجودة أحكام هي وضحت 6,000 7,000 بالمحاكم الأوتس أو المحاكم وفي أحيانا المحاكم بالضفة بحكمه نعم 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 في بعض الأحيان وهلأ نحكي كيف نفقت الطفل معروفة في معايير بالمحاكم لما بنكون بالجلسات بيجي القاضي بقول مثلا أو المحاميين بأنه معاكي من 350 من 300 إلى 400 شكل ماكسمم هاي هي نفق الطفل مأكل ومسكن ومشرب نعم تمام ما في شي تاني بدي أسألك أنا سؤال هل تعتقدي أنه أنا لما بدي ألجأ لبيت النفقة هو كافي الأربعمية بأنه أنتوا مثلا ما تقدروا تعطوني إياها كاملة هل هذا كأنا أم بعيل طفلين لوحدي ما عندي أي معيل آخر أنه هل أنت المبالغ هاي اللي أنا بدي أخدها أنا فقط خلال 3 سنين كل اللي أخدته هي نفقة الطفلين 400 شكل لكل طفل وتأجلت زيادتها كل 6 شهور 50 شكل لسنة ونص لحتى المدعي عليه أنه يرضى والد الأطفال فهل تعتقدي أنا بالنسبة لإلي كمواطنة عايشة في هاي البلد هو فير بإنه أنت ما تعطيني المبلغ كامل واللي هو واللي هو بده يعيل أطفالي هاي بالنسبة لإلي هذا الإشي اللي خلاني أنا ما ألجأ لبيت النفقة نعم هاد واحد تنين أنا كنت أتمنى أنه أنه بيت النفقة يكون دور أساسي في مساعدتي في الحكم لأنه 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 لما قدمت مثلاً أي دعوة من 2019 نعم وأخدت حكمها في 2021 فهي كارثة أنا هم يظلوا عند أبوهم مؤقت حرمني إياهم طبعاً في مدة تقريباً سنتين طلبت قضية مشاهدة أطفال مشاهدتهم يعني خميسة جمعة على بال ما قدر أدبر أموري رفعت نفقة لإلي ورفعت طبعاً أنا بعد سنة أخدت حق النفقة تبعتي لما أنا أخدت أطفالي نعم السنة اللي مرأت يعني بالواحد وعشرين كان أبوهم للأسف يعني بدوا من أسلوب ضغط إنه بدوا يوجههم لملجأ أيتام فأنا دغري يعني اتصرفت وأخدت الأطفال اللي صار إني دغري مباشرة بظروف مادية سيئة للأسف لجأت للمحكمة رفعت نفقة للأطفال مستعجلة وما كانت مستعجلة حضرتك تشتغلي نعم صحيح بشتغل في وزارة الصحة نعم ومن الأشياء اللي واجهتها للأسف بإنه القضاء كان أول حدا حرمني أطفالي لأنه والدهم ذكر بإني أنا بشتغل في الكورونا ووقع القاضي التنفيذي على منع مشاهدة أطفالي لمدة أسبوعين لكن أنا حماية الأسرة ما أعطتني حقي لشهرين نعم لأنه للأسف كمان شوي باجي للأستاذ أحمد دورك لحاله فأنا هذا الإشي طبعا حقها مظلومة حقها أنا يعني إنسانة يعني حضوري هنا اليوم لإني أنا فيه عندي مش أنا عندي أطفال وبيدي أعيش حياة كريمة وما بدي أدق باب أي حدا أنا بدي أحكي لك بيت النفقة أنتو بتقولوا صندوق النفقة والبيت قسم جميل بعبره عنه كتير مستفيدات لأنه هو يعني شوفي قداش العشم بيت النفقة صدقا لأنه أنا ألجأ له لكن أنا ما قدرت ألجأ له أولا يعني ممكن أخدت بعض الملاحظات ما شعرت بالأمان تانيا يمكن أنا واحدة من الناس بخاف أنه أي مؤسسة أنها تتحكم فيي بأي جزئية معينة يعني شو مقصود بالتحكم حضرتك لأنه أنا قالوا لي مثلا ممكن أنه هم يعطوني المبلغ خلا هو كتير تخلف عن الدفع وكتير رفعت طبعا أوامر حبس نعم طبعا تنفيذ أوامر الحبس تحكي ممكن تمد ثلاثة أشهر ليتنفذ أمر الحبس وهو موظف معروف وين مكانه يعني أنا ما بحكي لك عن حدا لسه صعب يعني يعني هو موجود هذا بالوضع الطبيعي ما كان موظفته معرف لديك ولدى القاضي ولدى الشرطة ولدى نعم لأنه الإجراءات لدينا للأسف الحكومية بتاخد وقت فبالتالي أنه لما أنا بدي ألجأ يعني لصندوق النفقة نعم أسات إحضرونا إذا سمحتوا ما رح أخد مثلا أقدر المبلغ كامل هاي من الجزئيات اللي أنا ماديا ما بقدر عليها مستعدة مثلا ممكن أتحمل شهر أنا يعني بحكم يمكن شخصيتي قدرت أني أنا عملت يعني ضليت أقرأ بالقانون كتير وللأسف يعني مش دايما اللي حواليكي بكونوا يعني بيعرفوكي على المعلومات نعم لكن قدرت يعني بعد سنتين أعرف أنه أنا بقدر أخلي أعمل عليه كفالة عدلية ومالية هاي الكفالة العدلية والمالية بإني أنا بجيب أنه شخص مثلا بكفله وكمان في كفالة اللي هي المالية خمس سلاف دينار بتروح للدولة في أي حال أنه توجهت الشرطة وعملت له أمر حبس فهو بقدر أنه نعم فمن بعديها هو الكزم يعني أنا معطيتك كل المجال فيه إيش تاني حابة تسألي عنه أنا اللي بدي أحكي لها أنا يعني كنت أتمنى أنه صندوق النفقة يكون كل إشي كامل أنا بعرف يمكن هم دخلهم المادي يعني معتمد على تفاصيل هم معينة بتخصهم لكن ياريت أنه يكون هو المكان اللي نلجأ له وما أضطر أنا في كل شك بدي أروح أخذه من المحكمة أخذ إجازة من عملي لأنه بيكلفني يوم كامل نعم تنفيذ الشك صحيح يعني أنت أو جستي كل معاناة النساء المنفصلات بهذا الملف بالتفصيل من الألف إلى الياء شكرا جزيلا لك وعن جد شكرا كثير على حضورك اليوم وعلى مدخلتك اللي هي الإجاباتنا نحصل عليها اللي هي مش رح تفيدك لحالك رح تفيد شريحة كبيرة من السيدات اللي تعرضوا لنفس الظلم وموجودين في بيوتهم ومش عارفين لمين يتوجهوا يعني أنت عندك وظيفة يمكن هنفش عندهم وظايف كمان شكرا جزيلا لك وبنتمنى هلأ الأستاذة فاطمة بدنا ناخذ منها وعد على الهواء تساعدك بكل التفاصيل اللي ذكرتيها ودائرة التنفيذ كمان والنصائح من الأستاذ علي شكرا جزيلا لك فأبدأ معك الأستاذ فاطمة أول إشي أول إشي مش ضايل معانا وقت كتير نحاول نجاوب بسريعان ياريت بدأنا فيها بسريحة ياريت أنا فخورة بدل حكته يعني متعاطفة معها جدا أنا مش متعاطفة معيها أنا مش متعاطفة معيها أنا بقول إنها هي واقفة على أرض صلبة زيها زي باقي النساء وعارفة من واقفة بس فيه بالموضوع اللي حكته فيه خلط على أكتر من الموضوع الست كيف حكت حبيبتنا زوجها بيشتغل إذا هو بيشتغل فبالتالي لا يمكن تحصل على تعذر التنفيذ لأنه بيصير الحجز على راتبه فبالتالي هي ما بتوصل للصندوق تمام ولكن إحنا أنا عتبانة عليك إحنا حتى ولو حتى ولو حتى ولو حتى ولو ولكن خليني أكمل عشان الوقت كمان وممكن نحكي تحت الهواء كمان الصندوق من ضمن البرامج اللي طورها هو تقديم المساعدة القانونية لو أدعي تعالي طلب للمساعدة القانونية ومحامياتنا زيك زي غيرك يعني حتى قبل والحصول على الحكم بالمحكم بإمكان السيدة الذهاب لصندوق النفض والنفقة والاستفادة من الأحكم القانونية وإذا في داعي إحنا منقدم المرافعة والمدافعة المجانية عندنا برنامج للمساعدة القانونية المسألة الثانية اللي بدي أحكي لك إياها عندنا إشكالية انتحكاتي مظبوط 340 بس بالنهاية بس بالنهاية تقدير قيمة النفقة فيه مشكلة ابتداءً لأنه بعتمدوا على أشخاص بسموهم خبراء ممكن بيعرفوا بواقع الحال وما بيعرفوا بواقع حالي المحكم عليه أحياناً كتير بيصير فيه تحايل ولكن هاي دائماً إحنا واحدة من نشاطاتنا وغاياتنا إنه نطور بالسياسات وهذا الصوت إحنا دائماً بنسمع ومنحكي نعم بس حضرتك تجاوبيها مش ضايل معي وقت المخرج عم بنوهلي إنه انتهى وقتل برنامج بدي من حضرتك إجابة جزئية بسيطة هي سألتك هل هي الأربعمية الشكل للأسف اللي حسناً الأربعمية والثلاثمية الشكل الأربعمية والثلاثمية الشكل هم من غير كافيات طيب على الإكلاق كصندوق نفقة كصندوق نفقة إحنا بحال إنها هي فعلاً استفادت من عنا إحنا بنصرف لها وبنفس الوقت في عنا برامج تكميلية وعشان هيك حكيت عن البرامج التكميلية بهاي الجزئية إذا حصلنا وبدأنا نحصل من المحكوم عليه قيمة الحكم بتاخد المبلغ كمل ولا شكل بالقص جميل جميل وصلنا لحل رائع أستاذ فاطمة شكراً لك أستاذ علي استمعنا للصبية وهي نموذج عن العديد من القصص الموجودة في المحاكمة الشرعية الفلسطينية ماذا يحدث بالمحكمة الشرعية الفلسطينية حضرتك سنتين لا تأخذ حكم نفقة لا تفعل لا رجعاً يعني حقيقة ما ضرحت الأخت فيها ثلث أجزاء الجزء الأول المتعلق بنفقتها هي شخصياً وأخذت الحكم نفقتها من لحظة هي تقدم الطلب إلى المحكمة عند الحكم سيصدر الحكم من تاريخ الطلب نعم يعني ما بروحش عليها إشيء جميل نعم نعم النقطة التي ذكرتها أن الأولاد ظلوا على أبوهم لذلك هناك إشكالية متعلقة بموضوع الحضانة الآن قاضي قاضي التنفيذ عندما صدر لها حكم بالحضانة في ظل جائحة الكورونا الحضانة ما دارها ثلاثة مصلحة المحضون ومصلحة الطالب الحضانة مصلحة بيده الحضانة وغالبا المحاكم والقضاء بيأخذوا في مصلحة الصغير بس بدي أسألك سؤال هل جميع موظفين وزارة الصحة نساء هم كانوا انعزلوا عن أطفالهم في خلال جائحة الكورونا ثانيا أنا ما كنت أشتغل في مراكز الكورونا هل هذا هو حق نحن نتكافئ عليه في ظل جائحة الكورونا بأنه أنا تكافئني المحكمة حرماني أطفالي 24 ساعة في ظل ظروف قاسية أنا بمر فيها 3 أشهر تقريبا مرة ثانية شكرا لمدخلتك ولحضورك بدي أنهي مع سيادة العميد سيادة العميد كانت نموذجا حيا وواضحا لما تتعرض له النساء المفاصلات أو على وشك الانفصال في الأراضي الفلسطينية فخورة باللقب نعم نعم تمام هي يعني اتلقت لها موضوعين الموضوع الأول أنه هي حصلت على أمر حبس لعدم دفع النفقة بحق طليقها تأخر تنفيذا لمدة 3 أشهر أنا بحب أوضح بهذا الجانب بأنه العام الماضي هو عام استثنائي يعني 2021 والـ 2020 هو عوام استثنائي الظروف لم تكن مستطبة يعني بسبب جائحة كورونا هي عوام كانت استثنائية لدينا بالعمل التعليمات المستديمة والمستدامة لدينا ولدى مدراء أفرع الشرطة القضائية في المحافظات من سيادة اللواء يوسف الحل مدير عام الشرطة نعم من سيادة العميد مهند صواء مدير إدارة الشرطة القضائية يعني إعطاء أوامر حبس النفقة أولوية قصوى نعم وما يتعلق بأوامر الحبس التي تخص أيضا صندوق النفقة نعم وسبق وأن عقدنا عدة ورشات عمل نعم مع الصندوق وفي القريب العاجل في عنا كمان ورشة عمل جميل من أجل ما أسمعه من حضراتكم مطمئن جدا لكن من يزور المحاكم الشرعية للأسف يسمع روايات مختلفة ويسمع تفاصيل مختلفة يجب أن يكون هناك حلقة ثانية وجزء ثاني من هذا الموضوع لم نستكمل أغلب النقاط الموجودة ولم نتطرق للعديد من للأسف مش بديل معي وقت سنعمل جزء ثاني من هذا الموضوع للضرورة القصوى شكرا جزيلا لكم جميعا المحامي الشرعي علي شقيرات شكرا لك العميد أحمد بركات مسؤول التنفيذ والرقابة في الإدارة العامة للشرطة القضائية شكرا جزيلا لك الأستاذة فاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفق شكرا جزيلا لك أعزائي المشاهدين كان واضحا في خلال هذه الحلقة أن نحن بحاجة لجزء آخر من هذا الموضوع نعدكم بالأسابيع القليلة القادمة أن نستكمل هذا الملف مع الجهات المعنية والمختصة هناك أيضا سيكون لدينا ضيوف أيضا من جلس القضاء العلى ووزارة المرأة في نفس السياق خلاصة هذه الحلقة أن السيد دعات اللواتي بحاجة لاستشارة قانونية مرافعة مجانية نفق للزوجة نفق للأطفال نفق للأم والأب ونفق للمعاقين يستطيعون التوجه لصندوق النفق هذه المؤسسة التي تتبع رئاسة الوزارات ولكن ميزانيتها منفصلة عن ميزانية الوزارة المالية جميع الفئات المتضررة عليها أن تبحث عن حقها هناك العديد من الأساليب لكن علينا أن نبحث ونسأل دائماً الحل الموجود إذا سألنا شكراً جزيلاً لكم ألقاكم في الأسبوع القادم وملف آخر هذه تحية منير أنا رانيا الحمد لله إلى اللقاء